لا تزال الأمم المتحدة غير متأكدة من وجود مجاعة في اليمن فهي على لسان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشيون الإنسانية يانس لاركي قالت إنها سمعت بالفعل عن أطفال يموتون وعن وجود عدد كبير من الوفيات الناجمة عن نقص التغذية بتقدير الأمم المتحدة فإن اليمن يستورد نحو 90% من احتياجاته اليومية خصوصا مخزون الوقود وتفيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ثلاث مدن يمنية غير قادرة على ضخ المياه النظيفة بسبب انخفاض كبير في مخزون الوقود في الوقت الذي يحذر فيه الصليب الأحمر من احتمال نفاد واردات المواد الأساسية في محافظات الحديدة وصنعاء وتعزى وصعدة مليون يمني وفق تقارير الأمم المتحدة أضحوا عرضة لتفشي وباء الكوليرا بالإضافة لتعرض المواطنين بشكل مستمر لمخاطر الإصابة بأمراض أخرى مثل الدفتيريا وهو المرض الذي تحدثت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 14 شخصا بسببه ياتي حديث المسؤول الأممي بعد يوم من تحذير الأمم المتحدة من خطورة استمرار التحالف العربي إغلاق المنافذ اليمنية حيث أكدت الأمم المتحدة قرب انتهاء مخزون المساعدات المتوفر داخل اليمن في ظل قلق متنامن من ارتفاع عدد المحتاجين بسبب الإغلاق وما بين تحذيرات الأمم المتحدة من المجاعة وعدم جدية التحالف العربي في حسم معركة السعادة الشرعية يعيش كثير من اليمنيين في انتظار الموت القادم من رصاص الميليشيا وأخطاء التحالف وإهمال الشرعية ومجاعة محتملة في عين العالم